أهلا بكم والبداية من تعز حيث استهدفت الميليشيا الحوثية الإرهابية صباح اليوم الثلاثاء استهدفت مواقع قوات الجيش الوطني غربية تعز بهجوم جديد شنته بواسطة الطيران المسير وقالت مصادر عسكرية لقناة يامن شباب إن طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا من مواقع سيطرتها في الجبهة الغربية لتعز واستهدفت مواقع الجيش في جبل هان المصادر ذكرت أن جنديا تابعا للجيش السشد في هذا الاستهداف على إثر مباغتة الطيران الحوثي للموقع وبشكل مستمر تواصل الميليشيا خروقاتها للهدنة وسط صمت المبعوث الأمبي معنا من تعز مراسلنا أيمن قائد أيمن مع اقتراب العد التنازلي لانتهاء التمديد الثالث للهدنة تواصل الميليشيا الحوثية الإرهابية في تعز سحديدا التي شهدت هجوما بواسطة الطيران المسير تواصل السهداف مواقع للجيش غربية تعز بالذات ضعنا في تفاصيل هذا الهجوم الجديد نعم هجوم جديد بطير مطير من الميليشيا الحوثية الإرهابية الصباح اليوم على مواقع قوة الجيش الوطني في جبلهان الواقع في الجبهة الغربية لمحافظة تعز والمطل على الخطى الرئيس أو خطى الضباب وهو الشريان الوحيد الذي يصنع مدينة تحز بمحافظة عدم وبقية المحافظات الأخرى وهو الخط فمالك الذي تنفذ أو تدخل عبره أو من خلاله لكل المواد الغذائية والثمونية هذه الطائرة المصيرة هي الطائرة الثانية خلال ثلاثة أيام حيث رفضت قوات الجيش الوطني في الجبهة الغربية أيضا طائرة مصيرة قبل ثلاثة أيام حلقت أو أطلقتها البدشية طوبة مناطق أو مواقع قوات الجيش الوطني في بات الجبهة اليوم كذلك أيضا هناك أو رفضت قوات الجيش الوطني تحليق لصائرة مقاتلة معادية لفترة محددة طوال الجبهة الغربية بتحدثها طائرة أخرى غير تن التي استهدفت مواقع الجيش وستجد على إسرها الغنبي هذه الطائرة حلقت في الربيعي ومصانع السن والصابون بحضران واتفضت لها الدفاعات الجوية واتفرتها على المغادرة بينما يوم أنت حلقت طائرة عسكرية وهي مقاتلة معادية أيضا حلقت في ذات المنطقة وبالتالي تتزايد في الأيام الأخيرة استخدام الميليشيا أو يتزايد استخدام الميليشيا للطائرات المقاتلة والمعادية في التحليق رغم الهدنة الأممية المدعومة والتي تشارك على الانتهام يعني أن الأمم المتحدة قد أعطف الضوء الأخضر للميليشيا الحوثية الإرهابية وبكل تأكيد تصبح هذه الهدنة في صالح الميليشيا الحوثية الإرهابية وأنها استمرت استعراضاتها العسكرية دون الصف من أحد سروقات أندليشيا الحوثية المستمرة كذلك في مختلف الجبرات استهدفت أيضا التجمعات المدنية وقرب ضباب وماتع والسياحي غربي تعز من أماكن تمرتوجها في تبة القلوة والبحادح وغيرها من مناطق في الربيعي بالعيارات أثم استهداف هذه المناطق بالعيارات كمتوسطة وأستقيلة بحسب المصادر العسكرية كذلك لتباية الهون استهدفت الأحياء السكانية الواقعة في الأحياء السمالية للمدينة المدورة لمعاكر الدفاع الجوية من أماكن تمرتوج الميليشيا في شارع الخمسين شمال غرب المحافظة استهدافت لمحصة جبل عام لعدد من القذائف وكذلك في جبهة الكدحة والجبل الغباري والزهيد غرب المحافظة وهناك أيضا استخدام لتعجيزات الجوية من جبهات سعز لاستدامة التواصلة بينما قوات الجيش الوطني مستمرة في رضب هذه الخروقات ورضب عدد هذه الخروقات دون أن يكون لهذا الرضب أو دون أن يكون لهذا الرضب في مكائب عمليا مثل الأمم المتحدة والمكائب الأمم لإصاف هذه الخروقات مرسلنا أيمن قائد كنت معنا من تعال شكرا جزيلا لكم